ترجمة نانسي قنقر ماذا عنه؟ عامAA عام 2008 نعم جل قراء العربية هنا في المغرب المغرب تعلم العربية وقتها أجلهم تصفيوا لك؟ يا الله مرحبا بكم في هذه البيت المباشرة المباشرة من نواحي مدينة المحمدية القصة التي ستسمعه اليوم من أغرب القصص القصة التي ستسمعه اليوم حتى لا يوجد شخص منه أنها تصل عليه من بعد ما هذا السيد هذا كان عيش في هولندا عيش بغير و هو الأب والأم ذياله قرروا أنهم يجيون عيشونه في المغرب عن ضبط الشمان يتفاجأ أنه مرت الأب ذياله قررت لهم كده و تقول أنها قتلت نباه قتلت نباه قتلت نباه وبغى تصفي هالي حتى هوا ما اللي بغى يهرب؟ دازوله يولده وبغى نبقوا لي واحد شهما اللي ما تخيغش عقلها غدا يحبس هالشي كامل و هالما لحد الآن تدوره بغى نصفيه هالي تقول أنني هاربش من الشمال هارتنا واحد المحمدي يبغيش فنقول فينا بصدر حد لحد الآن توصلون اتصالات و تقولوا أنهم بغى يصفيه هالي هالشي تقول أنني تعارق السعب تعارق السعودة تعارق التوكان قتلوا لي بغى قتلوا لي بغى و ها هو ما بغى لحد الآن تابعيني شكرا لقناة الشعب قناة شوف تيفي و أول حاجة كانت قدم التعازي دي لجنة الملك سيد البلاد على ضحايا زلزان الحوش كنت منهم الرحمة و المغفرة و الشفاء العاجل من الناس اللي مضرورين تحت قائد البلاد و إن شاء الله ديمة المغرب غادي اللي قدام و كان هني سيدنا بمناسبة تعيد المولد الشاريف و كافة الأسرة الملكية أنا ابن المهاجر و أبناء المهاجرين بهولندا انت جديد في فولندا نعم اه جديد في فولندا في ١٨١ جيت لهنا في ١٥ و ١٨ جيت دخلونا المغرب عنو الأخ ديالي باش نتعلموا العربية و نتعلموا ثقافة الإسلام و ما ياله جينا ما كانكش قرب ماكسر؟ كيف السببكس عرف على أمك هل ما تجوشوا؟ الأب ديالي تعرف على الأم ديالي في فولندا في ١١١، ١١٢، ١١٢ بعد كنت عندو الجوجة الأولى هنا في المغرب و كانوا عندو أبناء ديالساعة وتعرف على الأم ديالي في فولندا جوج بها تماما دازت الرحلة و كتت زادنا هنا مهم خلال ديالفترة انت كدرب لك تجد الجوجة الثانية على الأولى ديما كيكونوا بعض سوق تفاهمات فهمتي حد الإنسان؟ سبحان الله المهم من وراء هذيك شي بقى هذيك السراعات الخافية لأم ديالي ما كانت ش كد ما كانت ش عندها شي تواصل معهم كبير لانا كنت كتجي في الصيف مرة في عام ولا عامين كتجي لتمها بناء عن بش دلاء دلبي عن نغضات الأب ديالي باش الزع ما احنا نتعرف على العائلة و ندامجوا معهم باش نكونوا كيتما معاهم آآ في ١٥٥ جابونا لهنا للمغرب دينا كنقراوه هنا في المغرب في ٦٦ و ٨٦ من الصيف في الصيف كنا كنطلعوا للشامل جينا احنا كنت خلتنا الأم ديالي عن جداتنا انا في دار بيضاء آآ في ٦٦ و ٨٨ في شهر ٨٨ كانت واحد للعرس تم في المنطقة الشامل في النواحي ديالي شف شاون بجامعة باب برد اللي كان تامي لألعاب ديالي مشينا تماد دوزنا العفل عن الأم ديالي كانت تما معانا منورها ديالي مشيت لهولندا طلعت دربت ٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رجعتنا هنا بجد رجحنا الهولندا وفجأة توفت وفجأة نفخ لها المصران تفرق عليها المصران تتسمموا مشيليها في الدب احنا كنا باقين صغار معاجة لموت فجأة حالإنسان صحيح هو كيف يسوق على مصران وقالت تنفخه بعدك ساعة كان شوي يطلق كنت لك اسمع روض الشيء عن سوقنا اه كانت العرس كانت العرس ديالي حتي في البلاد ٦٦٨٦ جد من وره بثمين شهور وقتل حالي للوافت توفت هزنا الاب دانا للشامل عند العائلة ديال الأب نحن نعيشون معهم كما لم ندى نش معه لهولندر كنا بقى نصغر جابنا زعم العائلة المهم قتل حيات غاديه وككل ما بين اطلع وهضر الاب يمشي ويجي الى تجاس تقر هنا في عام واحد وتسعين وقلوا ما شكل في هولندر جعل المغري جعل المغريب كان عنا احنا مقلع ديالريماب نوعي ديالبني حسن ما بين تيطوان وشاود وكان عنا واحد الانحانو ديالشليش في تيطوان هذا الانحانو ديالشليش في الغار شدينا ديالفايض قلنا المقلع بقينا في المقلع انا كنت باقي في المدرسة نظرا قبل كل شيء يسمح فيه بليخسر كل شيء يهرب كل شيء يسمح فيه اه كل شيء يسمح فيه انا صار ما عارفش ان انا كانت حسارة انا كانت حالا دي تجارة داتش ديال المخدرات وكدا وقع مشاكين باقي شو خدمة دياله جا الاب ديالي كان قزار وكان عندو كان عندو اه مكتب ديال ديال الاصفار الارض هنا في المغرب كنت وزارع قدشو بديم كانت ديال المخدرات ودبوا ما ديك المنطقة المخدرات وما كيدروا في المخدرات الاب ديال انا كان من جالي اللي على برا يعني باقي جا غير مره مره كمهاجر كي جا غير مره انحبس كل شي بقينا عايشين بنحسان ورا الناس كيعارفوه كيعارفوه مزيان المطاقة كاملة كتعارفوه جا تاب بقينا قرشين انا قد ديامين في المغلع انا كنت كان قرار في المدرسة بديل قيت كل شي سمح فيه خرجت لعندو كان عاونو ابقيت معاه واحد فترة ديال عامين ولات 3 سنين ومن بعد كانت تعرض للتوكل فجأة قلقى الجلباء للعضب ماذا قلت لك توقع؟ هذه الساعة قلت انا عايش مع المرات ومن ما يموت الاب جيت الى هنا الطربي طبع عن جدة شافتني عرفتني بانا شي حاجمي شيئا ديك داتني بديت كانت تقية وفاجأة بلي كانت تقية جا وحسيت كي يخدم معانا كي يقلب عليها حيث باقي ما كانت تقية جا كي يقلب عليها كانت تقية بلي شافتك كانت تقية لعند الاب ديالي الاب مش كينجا صبح معايا لغدة في الصبح لانا فهمتك ما شكتر تقوليني سلوكة شكتر تقوليني سلوكة سلوكة القولة سلوكة رديشة كنت كانت تحييتهم وانت شتيه بعد فيديواتهم عندي هنا نعم يعني مهم جاباب ديالي مسكين فاروق بخيرت عرف احساس ديالك وانتك تقوليني سلوكة وخورة وكنتش فيه وقتبعينك احساس احساس لك ساعة مكنش كان عارف مزيان مكنش من مستوعب فهمتك ولكن يعني احساس احساس المصار يحاوليك احساس شكتر تقولين شكتر تقوليني يعني لانتك السيد وكانتش عارف بيانا دكتوكة وكان ما غاديبشيش لعندي الابديالي وغايصباح معي في الصباح عينة بطربيطة المهم دازلت هذيك المرحلة رجعت ابقيت كان الحضيث زيد من هنا زيد من هنا الى عام 98 عام 98 اه كان عندي العف تمنيت في ديك المنطقة لانان انا مجوز من العائلة بنت عمي اي بس نجوز ونجوز من العائلة بس نتحنى فهمتين يعني كل شي نتزوز بمرسة عمي بنت عمي بنت عمي انا مانع يحميوا لي اه هذي نتحنى وصافي انا واحد منكم يعني هذك شي اللي كان عندكم معنى ام ديالي ولا اه اه سيراعة خاولين يعني وكان تبتلن في كل مرابع اناني رانيين فهمتين مش هذك الشخص ولا مش هذك الناس اللي هما ديري بقالب مهم من وراء العائس ديالي مباشرة عاو بنفس المدة كيتوفى الاب ديالي كميش ناس المدة؟ بنفس المدة نفس 8 شهور ديما كيتسما ذيك البلاصات 8 شهور كيتوفى واحد 8 شهور باية عمك؟ اه 8 شهور باية عمك؟ 8 شهور باية عمك؟ اه قوم ديالي حضرت في الاخر 8 توفت 27 ربعة الاب ديالي احضر لي عس كما في الول 9 شهور توفى 24 هذي نقولوا صدفة فارو؟ ما اقود زاف عن هذي الصدفة لان اللي غيطع من وراء ذاك شي impossible غيطون صدفة يعني هاشي لغاش عوق لنا باقي يعني؟ لانني انا من وراء الوافد الوالد وخلت تاري كافية هذ المقلع وهذ المتروك ديالي وفبرد يعني من وراء هتانا بيتم 8 شهور صبحتها نفس بيطرها محمد الحق خامس تنتيمة أن يصبني ذلك وعني تتوقح بنفس الطريقة التي مات بها الاب ديالي توصلت لحالة ديالي يعني نفس الطريقة التي مات بها مكوبة أه وعندي وعتقينة لكاتبة تحامل بيوم سير اللي درتهم في 2000 من راء المدل والد ديالي بتمنى 8 شهور البروفيسور هنا خلني أنا لخل لأنك مش كك في الحالة ديالي فهمت كلويخ دائمين وأنا من فوخ كلويش من فوخ كلويخ دائمين وأنا في عندي بكرياتين عندي الحالة دياليز يعني ما كانت بقولش فهمت يعني انت الحالة كتدير دياليز وش ما كتديرش تدير لا دياليز لو المهم أنا المخرجة لأنت تبيرت طوبتو طوبتو قلت لي أعطيني شي نعيد معه أو تلعند الدريالات زي هذا طبيبا آه طوبتو قلت لي أعطيني هل تكتغل مع السماء بعض أنا أصدرت هنا أشهر يعني قلنا سعي شموس أصافيا هو الشوم برفي خمسة وعشرين واحد كل شي مات بقيت أنا بوخدي اللي بقيت حي فهمت مشيت لبتقوان النار طلعي النس كده كل شو بالملحة وأنا كنا كل بالسوس هليش؟ واحد من العليا لكل ملحة لأن أنا من فوخ ما كنت بقولش خديس ويا تفرجع أنا قلت أصافيا أنا عندي دوا وعندي يقولش عارة نهدف شوية على الملحة أو الطبيب كيوصيني كيقول لي عندك تقرب على الملحة أنا مشيت كليتي واحد طيب شوية بالملحة مشيت ناسا مقدر صباح صباحة هذيك النفر كانوا وما كانت كان أنا كنت ينكذب وما كانتش بريشي؟ بريشي حاجة اللي تحمقت الطبيب اللي عايت تعليقت ليه راني صباحة جلدة على العظم قال ليها ما ينكذش تفشيش يا أبا؟ تفشيت نهاية يوم بكسعمش يدار التحاليل وعمت الطبيب ديالي في تيطوان الطبيب ديالي في تيطوان اللي كانت متباع عنده تاو يعني يولي بادي معايا الحكاية من الأول اللي عنده سيفطنيني لأن هذا البروفيسور هذا كان تلميت ديالي كيفش تفشيش يا أخار؟ تفشيت أنا براسي ما عارش تبشت تشي بين ليلة ونهارك تشغل يشموه تشغل تفرغيه اه بين ليلة ونهارك نعنسي باقش العيد كبير وانه تشوش صافي كنت ندير التحاليل وفي الله بقيت غادي كنت ندير التحاليل اليوم مغدى اليوم مغدى كل شهر تابع الحالة صافي تمسيت هذه الحالة المهم مشيت رجعت له هولندا مشيت لالطاليا مشيت لفرنسا مشيت لبلجيكان المهم رجعت قيت ملذي رجعت الحياة باق طبيعية تسمى مشيت جليت لان انا ديك المنطقة ديك المبرد ما كانت ضرش نطلع عليها يعني انتا قلت شوى خاوكك قلوه انك مخباك بس وغير مطلع ديك الساعة كان مطلع يعني بنادم ممتققش في هاد كوارخ لابد كوارخ تنهد لعب شاكت وش نوطالك انتها وش نوش اللي جاي حضر اللي جاي اكوي اكتب لانتسليفات اه لانه بالتالي هذه الفترات دي عاد غادي نعرفوا بي عنا رأسي حاجة كانت مشي لها نوعي مشيت جيت في الفين بسعود جيت في الفين بسعود طلبت منا من القسمة جيش البرد لا جيت من ولندا جيت من هناك كي طوانا ببرد مكنش كنطلع عليها في الول مكنش كنطلع عليها لا مكنش كنطلع عليها فهم ما عارفش حلاس لانا عاقي وش كده وصلت ما كيش ديك الخوف كيش ديك هلأ اشي ديري لك خليك شو عاد من اجي وصورني دا العرض ما كتشوفاش كان وصلت ما ما كتشوفاش كمش ما كتشوفاش وقسمه بالله لقدش خمس سنين ما كتشوفاش كان وصلت ما وحل قطعات العرض كده الخروسي حالي اللي كفره هذا بانا جاء ارى كل شي عندي بدايل عندي بدايل عندي بشود عندي بالاعترافات عندي بكل شي ما شي كان اهدر من فارج الموش جيت في الفين بسعود كنلقى واحد الاستابل الخلال الابدياني تحولي الى ضار تسكنت في المرأة الجارة تسكنت في المرأة الجوش تسكنت في المرأة الجوش جينا طبعا احنا كانت جيو من عولندا الانسان كي يشفع الفكر فشكله كي يجي لنا يعني بسط الحويس من النادم كيتغاضع عليهم خسير دينا غادين وكتغلبنا منهم القسمة ما بغوش مشيت تقدمتل عن سيد الواكد المحترمتي طوان ديك الساعة قدمت شيكاية شكاية مشت البحث عن البوليس قدمت محطرة عن البوليس من وراء ذاك شكاية ما عرفتش في نوصلك امشيت عاو تاني بقيت تلت سنين وانا كان طالبا بالقسمة كان طالبا بالقسمة بلي رزعت تلك تلت سنين مش هادي ديرو غي يلهيونا بوحط بحل قطعة عرضية اللي ما دخلش في الملك ديال جديد دخل في الملك ديال واحد العم فانتي كاتبة في السمية ديالو اعطاوها دينا كيتما لها ونبينا بيها سكسوكم بها اي لانه من قسمة اني عندهم دابك منك تخدم المصالح ديالو فانتي ترمونا نفح الكوة بقينا هابطين طانعين بيهم قدمشت عاو في 2012 ما اصدرت بيهم شكاية وصلت البابين مرش باي مرتبا وولده ووحد ولده وولده همي ووحد خور لانه من اللي كانوا كي يدحموا دابان ابليك انا وصلت ما كلقى الناس عند الحماية عند الحماية الناس اللي انا انتكد دي واحد براني غادي غادي المولا غادي تطلب حقك فاحد بلاسات النارة كم نيك يتضامنوا مع بعضيات فاروق نعم قتلوا بك نعم قتلوا بك نعم نعم دازو الولدك نعم دازو اسيدي في 2018 2018 في شهر 11 مشي درت واحد العقد الفيرة مع واحد الابن العم ديالي على اساس باش نحمي راسي منه ملم شوته داروشي حاجة وبأنه راحنا دخلي للمعقوب دار معي هذا العقد الفيرة على اساس شهر 5 على اساس شهر 5 غادي نديرو نعودو الاسرعات ديال القسمة ولكن في شهر 5 كانت فاجأ واحد الفيلم غادي نبدو فيه دوح السيدة غادي ندخل على الابن ديالي وغادي نعطيه واحد لاش بأنه ماشي قاصر كيف بس ندخل على الابن ديالك؟ في الفيسبوك بتعارفش عليه؟ سلام السلام انت كادر في المعارفة ديال التواصل الاجتماعي العالم كامل كي تعارف سلام سلام اسميتك سميتي بش حال في عمرك بش حال في عمري منينتا منينتيا فانتي عطاقتي والله اشغالت من وراء هذك شهر قلت لعدم العام؟ قلت عندها 19 عام وهي بقي عندها شهر و 4 ايام ولا شهر و 20 يام وتكمل 18 بقى قاصر بقى قاصر مهم حل المراسلات معها انت كادر في التعارف بس كيفون هاجين طلقه و هاجين خرجون في مرة انطلقه في الداخل برا ولكن هو مرتش البلبي عن السيدة السيدة راكت ديرها بياس لانا انت ما يقول لي هاجين خرجون طلقه او شي بلخط تتقول لي لا عيط عليها تقول لي اجي انا نجد عندك اكتب لي انا نجد عندك التعارف يعني هيك يقول لي اجيب ليه في ميساجة انا نجد عندك التعارف تقول لي هاجين معتش نو مهم الى درت واحد المحاولة فاشلة بجت في طلق الباكارة ديالا وهي بعد احداشر اه سبعتاشر عام و احداشر شهار و يومين بقى لثمانية و عشرين يوم ثمانتاشر جينا درنا الشهادة الطبية تلقينا السيدة فيارس بسم السيدة باكارة ديالا موقع الاولو فاذاك الفيلم اللي بغت حسنا ان اترافات ديالا بان السيدة كيسموه مدل اولو و معيطانها مشاطة الراسة قادا الفيلم يعني لان بسيسو قليل مشو الدريقة و عشوة بقى في السيدة اه مشاطة الطبية كينا تقالي خلال الدريق ديالا موقع تلحالها دي دبه ادت رغ يتطور الفيلم و هذي شدو الدي من بعد عام عد ادت رفوح المرأة بان جاشي واحد لدينا اعترافت هذه السيدة جارتهم بأن يأتي واحد لديهم وقوموا بالكحلاء وهو الذي أعطيهم التفاصيل الذي أعطيهم وأنني أمبغ بالرد وأنني يتمانع عندي الفلوس وأعتم التفاصيل صافياً كانت هذه السيدة بناء على هذه التفاصيل ما دخلتها في هذه المعنى طورت القادية تصدق فيها مشكل كبير من وراء هذا الشيء تدخلتها تما وصلت سين الرجد وقع فيها الحمل وقع فيها بزرد الحويش من بعد غادي تحليش دريا أنا من بعد وقع اتصل بينه وبينه وأخذت تحضيرات ديالي به في شهر أحد أس وقع عنده اتصل بها في شهر أحد أس كنت كنت بلغة السيدة دي 18 عام و4 شهور يعني بالغاية دريا 18 عام و4 شهور وقع اتصل بيناتهم وقع اتصل بيناتهم وقع اتصل بيناتهم المهم مشات السيدة اختفتها وتاني تلقى بالحجرة الصحية جاءت السلام عليكم السلام أنا حاملة عندي عندي حمل فيها 4 شهور ونصو ونصو لها 5 شهور فين كنتي وإحنا سبقاً نوقع لنا معك فيلم ودرنا شهادة طبية وانتي عارفة الدار وعندك نوامر يغتليفون لدي بي أن يارا ما عارفة رساء أخم وانتي عارفة رساء حمل مهم مشينا عند الطبيبة الطبيبة أكدت الحمل طلبوا مني باش السيدة كيتسمى تدولد فطار ولا نمشي من عطار ربي ولا سيد دير مع الجوجية مشيت لعنده أحد الهدول قال لي رات يا ذا فيه الزينة فيه كده فيه كده منوع حرام قانون خرشت لعنده كم سيدة بلد ولد كان ولده يحتار ربي وانتي عارفة أنا ما عندي شكي فيش ندير في هذه الحالة والحزر الصحي والكوفيد يعني الشد الربعات العشية السيدة كنت يشد وهمك يضغطوا عليها بالسيدة دي العديد دخلتوا على السيدة في الوسط قد قود المفاوضات قد قد تفاوض معي هيدا بس جرى اللي عندي المهم خيث أنا كان أعطيها الضامنة بأن أنا أنا ما غمتحكم على اللعب عندها تدولد السيدة المهم قاس لولدة السيدة كده من بعد ما تفاهمنش كيتم سينا نشوفوا اللادين طلبوا من النياب العمى وغمتدخلوا في الفاسد وكده وكده من وراء هادا كشي قبل العيد الكبير كيت تعتاق الولدي كيت تعتاق الولدي كيت تعتاق الولدي بالتهمة التغرير بقاثر بإفتضار الباكارة دي هذا الموعدين أخويا ما عرفش كيف أصبح أنا أنا عندي الدلائل الكاملين وقدمتمه ووقفكم ما نفعونيش وفتضل الباكارة دي هذا لا ما فتضلاش الباكارة دي هذا كيف أصبح نفعوني باكارة دي هذا برية دي جمرا ما عرفش أنا دبا ما عرفش لانا فانتي الدلائل عنك يقولوا كلام والمحضرك يقول كلام وهي غادي المهم بقينا في هذا السراع تتلفت على الدعوة القسمة وعلى الكارتة وعلى التهادة ودخلت في حد دوامك بقيت عايش فيها 4 شهور ونصف تخرج والدي كي تمتدرنا مع السيدة الجوجية إجراءة دي الجواز أعطانا السيد وقاضي التحقيق أعطى الولدي السراع أخرج والدي دار معاها الجوجية مشينا بلس ندخلوا هذك الدري ما بغاوش لانا ما كينش شهود ما كينش كده مع الناس الدلائل موح تقاضى الفيلم مع ذك السيدة بانا يمشى ترفع تعنينا الدعوة النفاق عجرينا عليها وما كيتسمى وخلقة وحي الفيلم خر احنا ردينا عليها بالدعوة دي الاطلاق طلقنا السيدة مشى كل وحي مشى بحاجة طلق نعم حس يقول لك مرتباك مرتباك وولد عمك مرتباك اللي كانش كتشوف فاكده ماش نشو هجقول لها ما عندما تشوفي يا ردي اقول لها حسبي الله وانا اعملواك لو كانش يطلب منك سمحت بعدها نسمحك تشي واحد لانا احنا اغدى عند الله تعالى احنا فوصول ما نسمحش وشي واحد غيرتك تسمولك تلك والدية البقاءات غدتسمح لي دب انا ما عنديش بشغط يمتبكت انا والدية مشاو ولكن انا كنحكي لكم كل كانت طريقة اللي قد وقع ليه دب ايه نفس الطريقة اللي قد وقع ليه دب ايه بليده زاد المشاكل كامل العام اللي فات كنا في البلاد تم اكتشفنا بانا شي بلايس كانوك يقولوا بانا ما ما فيهمش اكتشفنا بانا كلمة كل عام كانت طلعوه كانوا الناس زادوا في شي حاجة وبليه كانت مشي انتضح يقول لك اللادي ديال الواراتة ولكن هما ما عنديهمش الواراتة لانا هذك الاسطابل نارت كنا ما كينيش انا وخويا فولندا وجينا القيناها دار علش ما قالوش ليهم بيكسع وما راه راه اخوتكم راه فولندا تيجي عطيهم حقهم ما قالوا ايه ولكن بليمشتان حين جوش قصديرات انه احد دار اللي خرجت ديال الوالد جو كامل انواقفوني بانا منوع ليه بشعدين بنيتم ما بيعنا ديك دار الواراتة المهم العمل يفد لقينا لقينا هاد المسائلة دمه مخفية او اعلمتم بانان انا غدي امشي غدي نفع دعوة القسمة وبانا اللي غدي اتصرف التاريخة والاشي حاجة او لغي زرعشي حاجة رامي غدي امشي نقدم سيكايل عن السيد الواتيل المحترم يعني وما معلومي في شهر عشره انا تم انا اولادي بجوش كبر كان عندنا واحد طاجين بيان بيصارة نمشينا نخوي الزيت ملقناش الزيت السيفة تولدي توسل عندي الحدام ديالخوية يجيب من عنده طوب من له الزيت مشان عنده طوب من له الزيت اعطاه واحد القرعة ديالسيد فيها الزيت وهذا الزيت حمر احنا مع الجوع ما وخشنا الزيت اللون دياله وماشي هو تقولنا يمكن يكون ديالقعة دياله قرعة اخوينا وقليته بوحدة كلا معي ودي واحد جوش ديال لغمات ولا ثلاثة انا قليت خمسة دياللغمات بالحساب شديد في كرش شده اللي شديد في كرشي طحف بقيتنا عسوك كانت تألم هذا السيد اللي اعطاني الزيت من هناك يبجوه في ساعات يجوه واختاف غرب غرب يبقى خمسة دياللغمات وصافي لانه وحاف مشاك خمسة دياللغمات اشعال يدير واحد السيدة من تمك يتمك من هذه الجروب هذا بدأت كده يتمك تقول فينا واضحين ما ياخرش من القارج عندك يموت عندك يوقع عندك 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 لباقي قالوا ما رديناش البل جاء واحد السيدة قالوا اشتحنا داخد من عندك الزيت أنا ما رديتش البل قيت هكذا دازل شهر واحد بدأت كنسة عندك عندك شخص اجنابي سيحفر لهم السيد سيجيب لهم البودور سيجرعو 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 القسمة وكذا لم تدوهاش فيها هبط بسبعة بشهر الجوج سفت لهم الانظارات عن طريق المفوض قضاهي باش ما يحرتو ما يتصرفوا في التاريكة حتى نجروا القسمة داروا ايا موين بقيت كنسينهم لأن دك ساعة كان باقي ما كانش الموسم الفلاحي غا يبدأت الشرق السيدة هبطت حالي بقيت كنسين بشهر ربعة بشهر ربعة في العيد صغير بشهر بشهر مبارك على العائلة دار قال لي واحد السيد لأنه نرى الناس هحفروا السد راجل عندهم من الأجنابي هحفروا السد الناس هايزرعو قيتما هدو كل اين ضارات ودك شيء ما ما عندهم على باله لأن هذه المنطقة تتحرك في هذه هذا معروف طرد كلمة أخيرة ما شوش هالناس المسؤولين اللي كانوا يشوفون فكذا نعم ما شوش ما تقول يوم لك هالناس المسؤولين دابا الناس المسؤولين اللي كان نوشح لهم دابا أنا هاد الناس هادو أي إجراع كنديرو ضدهم ماكينجحس دابا أنا كنتعرض التهديدات من هادو بديت فضل إجراعات من هادو بديت فضل إجراعات من هادو بديت لهم المحاينة على هاد السد اللي بناو وعلى هاد الزراعة وانا كنتعرض للتهديدات أي إجراع كنديرو كندخول كنبدأ كنشوف كنستفزني باش نسبو نقذف ونصدق في شيء مشكلة أخر ما خليت كي مادرت دابا مؤخرا أي فلاصة كمشي لا كيرتو عليها بتهديد دابا أنا سمحت في أولادي لأنا اضطريت من هرب براسي قبل ما نقراسيتها أنا بشيتو همم أو لا فطاقة أو لا شي حاجة هكا هربت براسي سمحت في أولادي برمعات تراري عندي بقين صغار كيقراب لأنا بلغا يشوفوا باباهم كيتهان وباباهم يتسمى يعني أي معركة كيتخول له وماشي شي معركة شي عاجة يعني بطانوا كيخسرة باباهم طريت بش نسمحت أولادي ما عندي ما ندرل لأنا عنها رب حياتي وأنا عندي الدلائد اتسمى ذلك الشي اللي خرجت عندي يعني يعني ما كينشي شي كيادرتها وما كنتفعش معها الدلائد واتيقة وكنشكر من أظلمين برا هذا السيد الواكيل العام ديال المدينة ديال محكمة استيناك مدينة تيطوان والنائب دياله والسيد وكيل المالك بمحكمة اه التدائيات شكشاون لأن شكايت ديالي كامل كيت سيفطول للبلايس دياله مكين غدا يوقع فيهم البحث ولكن من بعد كانت خلفوا حد دوابة ما بقيتش عارس راسي عشغلين دير تهديدات كبيرة تشد عليها الخينة ما بقى عليها إلا نسمح فولادي يعني هذه التهديدات اللي تلاقيت فعلا كيتسمت نفذو دابا بأنني عندو حد تهديد بأنني قد نخوي المغرب وفعلا أنا دابا قد نخوي المغرب لأن أنا كنين عناصر كبيرة وأنا مخصني نصرح بشي عازل لقد قد رجع لي لذلك كان طالب من المسؤولين كان طالب من سيدنا حامل البلاد وحامل نحن المواطنين لأنا واحد من شعبه العزيز يدخلوا مسؤولين ويحميوني 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 يولادي ويتسمطوا لي وهذا في شكاية باللي كينين في البلايس يلون اتعذوا بمحمل جد الله يرحم الوالدين رأني فخاطا ولادي فخاطا بالله يرحم الوالدين كما ترون معنا مشاهدينا الكرام هذه القصة لذلك السيدة وقالنا مرتباه وولاد عمامو بغير يصفوه فيكنت منه من انا كامل تقوم صوتك محليا بشي يقدو بحق هذه السيدة ذلك كانت الرافرتي وقالت منه وكم تعالوا معادي باش هالرسالة شوصن الى هنا مشاهدك على الشبقان شوف تغييرك شبهات القضاء على المرح يكون باش مباشر آخر شكرا وإلى اللقاء